اشتركوا في القناة والرجال فيهم الجلال والانضباط والقوة واحنا ماشيين مطلوب من الست ان هي تداري الجمال اللي عندها جمال رئتها بقدر ما تستطيع زي ما ربنا قال لها سواء تداري مفاتن الجسد او ان هي تبقى بتتكلم مع الناس صوتها مش عورة المرأة لكن تتكلم مع الناس كلام عادي من غير الدلع اللي هو فلا تخضعنا بالقول واللي مطلوب من الراجل في قصة الحب النهاردة انه يسترجل عرف استرجل استرجل بضط النفس انت تبقى واخد بالك من علاقتك بكل النساء اللي حواليك ان دول بنات النبي صلى الله عليه وسلم شوف ازاي لما عينك تيجي على بنات النبي هتعمل ايه شوف ازاي لو بتتعامل مع بنات النبي في الشغل شوف ازاي لو اضطرت الضرورة للتعامل مع بنتي في الكلية شوف ازاي لو ركب المواصلات مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان النبي حصل بعض الناس يفتكر النبي الحب اللي كان جواه وإحنا الغلطانين فحصر الحب في حب الرجل المرأة الحب الشهواني نبي كان بيحب الناس كلها حبه لأمته حب أبوي مش بس بيحب أبو بكر وعمر وأصحابه رضي الله عنه الجميع الشعور الحب اللي كان جواه قلب النبي تجاه النساء الأمة حب أبوي نبوي منه صلى الله عليه وسلم اللي كان بيشمل الكل بحبه ولما جي النبي صلى الله عليه وسلم جهه المرأة عار عار إن أنا أو تقولوا لي مبروك مراتك جابت لك إيه إنها خلفت بنت عار أدفنها بالحياة ولا إن أنا ينسب إليه إن أنا خلفت بنت وجي النبي وعاد للموازين دي كلها صلى الله عليه وسلم وقال منعالة يعني اللي ربي واسمعوا حلاوة كلام سيد المحبين والمحبوبين أيضا السلام قال منعالة جاريتين اللي عنده بنتين حتى تبلغا كان معي يوم القيامة كهتين الحركة المشهورة باليد الشريفة صلى الله عليه وسلم اللي كان النبي دايما يقول هلنا الإشارة للقرب منه يوم القيامة وفي الجنة كمان اللي هيربي بناته تسع عشر سنين لغاية سن البلوغ لو ربهم وخاتبا ما لكش مثلا لغاية ما تكبر وتتجوز وتخلف ويتطمن عليها وأدى رسالته ده بس أول عشر سنين بس حتى تبلغا يبقى مش في الجنة ده يبقى معايا معايا يوم القيامة واللي مع النبي إن الكريمة إذا وهب ما سلب تبقى مع النبي من الأول لغاية الآخر إن شاء الله ويجي النبي يعدل الموازين دي وانا عايزك تتخيل دلوقتي إزاي الأخ هيبص البنته بعد اللي أخته اللي لها فضل إن هي اللي هتدخل أبو الجنة وإزاي أنا أبص لمراتي إن أبوها ربها عشر سنين بس أول عشر سنين ده ما بقولش التربية كلها حتى ده بس أول عشر سنين كانت هي سبب في دخلول الجنة أم لو كملت حياتي معاها وهي مش متهانة ولا دمعت على خدها ومتصانة كده بنات النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده هم قالوا إن مفيش بنت ماشية في الأرض إلا وهي طريق للجنة الراجل مفيش بنت تأثير على الأرض من بنات النبي من أمة النبي على السلام إلا وهي فتحة باب من أبواب الجنة الرجل لأن النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر